اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتعريف الاجيال القادمة بهذا الدور الرائد واكدت سموها ان هذا الاهتمام يأتي بناء على ما حققته المرأة البحرينية من انجازات كبيرة في هذا المجال النوعي حيث تقلدت مناصب قيادية رفيعة من بينها رئيسة جامعة وعميدة كما حصلت على درجات علمية رفيعة في مجال التدريس الجامعي والبحث الاكاديمي وعضوية الهيئات والمراكز الدولية وبينت صاحبة السمو الملكي اهمية اللقاء مع نخبة من الكفاءات البحرينية في مجال التعليم العالي وذلك بمناسبة اختيار المجلس هذا العام لموضوع يوم المرأة البحرينية تزامنا مع مرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين مستذكرة سموها في هذا الصدد اعلان يوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية في عام 2008 بالتزامن مع مرور ثمانين عاما على بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين وعضحت قرينة عاهل البلاد المفدى ان شعار يوم المرأة البحرينية هذا العام ينطلق من ركيزة اساسية تتميز بها المرأة البحرينية والمجتمع البحريني على حد سواء وهو احترام العلم وتقدير القائمين والقائمات عليه ومن هنا جاء شعار قرأت تعلمت شاركت مركزا على التعليم كأساس لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في بناء وطنها مشيرة سموها الى ان موضوع يوم المرأة البحرينية هذا العام يضيف بعدا جديدا يتمثل في ضرورة اعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل وذلك في ضوء ما يشهده حضورها اللافت في مجال التعليم العالي كخريجة او كاستاذة واعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة عن تطلع المجلس للحصول على افكار ومرئيات واقتراحات من المسؤولين والمختصين والمعنيين في مجال التعليم العالي والاكاديميات من خلال مجموعات للتركيز وحلقات نقاشية بهدف وضع تصورات تتعلق بتشجيع الفتيات على الاقبال على مجالات تعليم وعدة كالتعليم الفني والمهني والعلوم المستقبلية الجديدة وما يتطلبه ذلك من استحداث للمزيد من البرامج ذات العلاقة بمتطلبات سوق العمل المستجدة بهدف مواصلة التطوير والبناء على ما وصلت اليه المرأة من مكانة رفيعة في قطاع التعليم العالي واهمية ان تواصل عطاءها بما يؤهلها بان تكون مكونا اصيلا في مجالات علوم المستقبل وبحسب متطلبات وتوجهات سوق العمل مشيرة سموها حفظها الله في هذا الصدد الى ان المجلس يعتزم تنظيم اول هكاثون نسائي في مملكة البحرين بهدف تنمية الابتكار ومهارات الاختراع في مجال البرمجيات التقنية ذات العلاقة بعلوم المستقبل التي تتجه مملكة البحرين نحوها وفي العديد من القطاعات الواعدة كالعمل المصرفي والنفطي والطبي والفضائي من جانبهم اكد الحضور ان مبادرة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لتخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للتركيز على مساهمات المرأة في التعليم العالي ودورها المأمول في مجال علوم المستقبل من شأنها ان تسلط الضوء على الانجازات البارزة للمرأة البحرينية في هذا القطاع المهم ويشجعها على المزيد من التقدم والارتقاء في دراستها وعملها معربين عن استعدادهم للتعاون مع المجلس الاعلى للمرأة في مجمل الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2019 2019